كلنا على مدار الأيام اللي فاتت الحقيقة كنا بنتابع قصة مقتل نيرا الطالبة بجماعة المنصورة الحقيقة القصة قد إيه حزينة وقد إيه مسيرة وقد إيه كمان يعني مقلقة الجدل اللي أثاروا البعض اللي بيطلق على نفسهم لقب دعاء بعد تعليقتهم على نيرا رحمة الله عليها أصوات الحقيقة يعني عايزة أقول إيه بتقدم سموم التطرف في عقولنا وعقول الناس لسنين طويلة خطاب ممنهج يعني هدفه تغييب العقول وتغيير هوية المصريين على مدار خمسين سنة وأكتر وللأسف نجحوا في حاجات كتير مش بس كده كمان كمان دلوقتي جايين يعني يعملوا نوع من أنواع تلويث كده للعقول الأجيال الجديدة بكلام بقى متطرف عن الحجاب وعن تفاصيل لا يجوز الحديث عنها هنا تحديدا بالشكل ده وكانوا بيبرروا حتى قتل هذه الفتاة البريئة علشان هي مش لابسة حجاب وهنا أنا حقف كتير مش معنى أنه يعني الحدثة حصلت لفتاة لا ترتدي الحجاب يبقى من حقنا أن هي يبقى فيه التعليقات ويجي بعد الدعاء بقى يقولوا آه هي مش لابسة حجاب فده السبب بصوا كده معايا على الصور هي دي مصر ودول سيدات مصر الفضليات دول الأجداد وأجداد الأجداد اللي تعلموا أعتقد دي يعني دي الصور زي ما أنتم شايفين الصور كلها بين قد إيه فضليات منتهى الاحترام منتهى الاحتشام منتهى اللطف وده العادي الشارع المصري كان كده دي الفتيات أهم شايفين بيلعبوا البتناج في الحضائق أو في أماكن كتيرة دي البنت المصرية الموجودة أنا بتكلم على صور فات عليها سنين فوق الخمسين ستين سنة وأحيانا تقول في هذا الزمن لم يكن هناك التطور اللي احنا عايشين فيه سيدات أهم شايفين في البيوت صور عادية على فكرة دي على البحر السيدات دول ممكن يكونوا جدود جدات يعني جدات للزمن اللي فات وجدود الأجداد هي دي مصر وده شكل السيدة المصرية الفاضلة سواء كانت غير محجبة أو محجبة السيدة المصرية فاضلة طول الوقت ومش شرط إنه أنا أبقى لابسة الحجاب فإذا أنا أبقى كده تمام على فكرة فيه سيدات فضليات محجبات بيتعرضوا في الشارع ليه أيضا للتحرش وللديق وفيه مضايقات كثيرة جدا بتبقى فيهم أنا بيصعب علي كسيدة مصرية قد إيه يا جماعة بنتقدم والفتاة المصرية والسيدة المصرية تتبوى أماكن كثيرة والأماكن دي تتبوى هذه الأماكن ليه؟ لأن الحكم عليها ليس بمظهرها ولا بشكلها ولا بالحجاب ولا بالشعر تتبوى الأماكن لعقلها تتبوى الأماكن لتمييزها تتبوى الأماكن لنجاحها تتبوى الأماكن لأنها كفء لأنها زكية لأنها ناجحة هذه هي السيدة المصرية أن نحكم عليها بالعقل وتخيلوا الصور اللي احنا شفناها السيدات المصريات دول كانوا بيمشوا في الشارع عادي عادي جدا وبيطلعوا الأوتوبيس وبيركبوا ترام وبياخدوا تاكسي وبيمشوا على رجليهم ومعاهم يعني ما كانش فيه أي مشكلة فانت تلاقي كده ترجع تقول الله الزمن السور دي فات عليه سنين طويلة وقتها لا كان فيه سوشيال ميديا ولا كان فيه تطور ولا كان فيه حتى انترنت ولا أي تقنية عالية يعني بالعكس كان الزمن بسيط طيب بعد السنين ده بعد التقدم اللي احنا فيه والجلوبل واللي حاصل وسوشيال ميديا وكل اللي احنا فيه نرجع بهذه العقول وراء لهذه الدرجة ونرجع لدعاء يقولوا الست البنت دي يعني اتقتلت علشان هي ما كانتش محجبة معقول الكلام ده حتى بنهدر حق هذه الفتاة الفاضلة المحترمة اللي كانت شطرة لرايحة جمعيتها مش ممكن ده يبقى كلام طبيعي أبدا اشتركوا في القناة